برج الحوت وتوقعات يوم الاحد 12 فبراير 20-23 برج الحوت انت الفترة اللي فاتت مريت بتعب وممكن يكون فشل انت على طول مصاب بخيبة امل يا برج الحوت وده لانك اجتماعي زيادة بتحكي على كل حاجة انت بتعملها جرب ما تقولش وشوفي التغيير يا برج الحوت بس ما تجذفش عندك حاجة جديدة هتشتريها انت دايما عندك طاقة قوة يا برج الحوت يعني ما بتخافش تيجي يعني بتسيبها تيجي زي ما تيجي زي ما بيقول عندك شيء قلقك طول الوقت وبتحاول تسيطر عليه يا برج الحوت ارمي الخوف ورى ظهرك واعتمد على الله وقول يا رب ان شاء الله عندك تأسير بإذن الله خليك متفائل وكمان انت عندك قريب لقاء مع شخص مميز وهيكون فيها نصرة لك يا برج الحوت بعد صبره بعد معانيه ربنا جبره قريب اما بالنسبة لعلاقاتك العاطفية فيها خلافات شوية مبنية على التلاعب في شك لشيء انت عايز توصل فيه للحقيقة ده سببه انك انت تعرضت الكذب فحبيت انك تثبت ده بنفسك يا برج الحوت بس انت مش ناقص يا برج الحوت اللي فيك مكفيك لو العلاقة مبنية على كذب وشك فبناقص احسن عندك حد مريد وانت بتحاول تهتمي به ممكن يكون والدك والدتك اخوك ابنك اختك والله اعلم انت كمان عندك شخص عزيز عليك تعرض لصدمة معينة وهتقف انت جنبه عشان يهمك امره يا برج الحوت عندك كمان بالفعل بخصوص المال والاعمال عندك تنكلات حلوة جدا ومفرحة جدا فيها ربح اموال كتير ان شاء الله هيحصل فيه تغيير جزري في حياتك يا برج الحوت انت كمان عندك علاقة بناس عندهم شخص معين على شكل حية بيحاول يأذيك يا برج الحوت احذر منه لانه بيلف حواليك وبيرقبك فخلي بالك يا برج الحوت وانتبه البعض طبعا من ابراج الحوت منتظرين وعد داعم فيه شخص معين منتظرين منه الدعم ومنتظرين منه الرد فقريب جدا هنشوف الرد دوت هيكون ايه بالنسبة لك مهما يكون الرد دوت يا برج الحوت تمالك اعصابك وما تستناش حاجة من حد حواليك كلام كتير يا برج الحوت بس انت بتقول خليني في الاهم يعني على طول بتقول خليني في الاهم انا اللي يجيني خليني في الاهم ومصالحي احسن عندك فرح في العيلة قريب وهتكون سعيد وفرحام من قلبك وهيجي ليك رسالة في الفرح دا يا برج الحوت اهتم جدا بالرسالة اللي هتجيلك في الفرح دي لهاك لان هتكون فيها صفقة حلوة اوي ممكن تكون شغل او زواج والله اعلم المهم الفرح دوت هيكون فيه هو طبعا الفرح هيكون فرحة بالنسبة لك لان هيكون فيه حد في العيلة بتجوز واثناء الفرح هيبقى فيه حاجة تحصل معاك هتفرحك صفقة حلوة هتكون بيتخص الشغل او الزواج والله اعلم مهمة هتسمع خبر حلو فيه الفرح دوت يا برج الحوت وان شاء الله الايام اللي جاية الايام المجبلة هتكون فيها حاجات وتناكلات كتيرة جدا هتغير حياتك بس انت قول يا رب واسبها على الله يا برج الحوت لحد هنا والفيديو خلص لو اعجبكم الفيديو ما تنسونشوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باي